الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نستارض فيه عددا من الأحاديث النبوية التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وقد ابتدأها بالأحاديث التي فيها كتابة العلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ينهى صحابته عن كتابة الأحاديث ويأمرهم أن يقتصروا في الكتابة على كتابة الآيات القرآنية من أجل أن لا يحصل خلط بينهما ثم لما استقرت القراءة وعرف ما يميز به كتاب الله عن غيره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة وأباح لأصحابه أن يكتبوا الحديث وقد كان عدد من الصحابة ممن اشتهر بكتابة الأحاديث فلعلنا نقرأ عددا من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في باب كتابة العلم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه في الجاهلية فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركب راحلته فقام في الناس فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عمكة الفيل وصلت عليهم رسول الله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولن تحل لأحد من بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختل شوكها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء أبو شاهر رضي الله عنه رجل من أهل اليمن فقال أكتب لي يا رسول الله فقال أكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر قوله في هذا الحديث إن خزاعة خزاعة قبيلة من قبائل العرب وقد كانوا حالف النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية قوله قتلوا رجلا من قبيلة بني ليث عام فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة بقتيل منهم وذلك أن بني ليث قتلت رجلا من خزاعة في الجاهلية فلما أسلم الناس قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيلهم الذي قتل في الجاهلية قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع دماء أهل الجاهلية كما وضع رباهم وحينئذ لم يكن لقبيلة خزاعة أن يقتل هذا الرجل من بني ليث كما أن قضية الثار لا تكون مباشرة من أولياء الدم حتى يأذن لهم إمام المسلمين أو نوابه قوله فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقتل ذلك الرجل الليثي فحينئذ لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولذا ركب راحلته أي ناقته التي يرتحل عليها فقام في الناس فخطب فحمد الله وأثنى عليه أي كرر الحمد ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله حبس أي منع عن مكة الفيل يوم جاء عبرها فلم يمكن الفيل من دخول مكة وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أي مكنا الله جل وعلا نبيه محمدا من أهل مكة في يوم فتح مكة وقد أذن لهم في ذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا وإنها يعني مكة لم تحل لأحد كان قبلي أي لا يجوز لأحد سفك الدماء في مكة ولن تحل لأحد من بعد فمكة بلد حرام ثم قال ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار يعني يوم فتح مكة ألا وإنها ساعتي هذه حرام عادت حرمتها على ما كانت عليه ومن مقتضى تحريم مكة ألا يختلى أي يقطع شوكها أو يعظ شجرها بأن يقطع ذلك الشجر ولا ينفر أي لا يحرك الصيد الذي يكون في مكة ولا تلتقط أي أن لقطة مكة تترك ولا تأخذ إلا لمنشد يعني معرف يعرف الناس بهذه اللقطة ولا يتملكها قال صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل أي إذا قتل لشخص قريب له وهو وليه فحينئذ يكون ولي الدم بخير النظرين أي يختار أحد الأمرين الآتيين إما أن يعقل يعني تدفع الدية عن ذلك القتيل وإما أن يقاد أن يقتص وإما أن يقاد أهل القتيل أن يقتص من القاتل قال فجاء أبو شاه هكذا كنيته وهو رجل من أهل اليمن فقال أكتب لي يا رسول الله أي هذا الحديث الذي ذكرت ليكن مكتوبا عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لأبي شاه فقال رجل من قريش هو العباس إلا الإذخر يعني لما قال بأنه لا يقطع شجرها طلب العباس أن يستثنى شجر الإذخر وهو نوع من أنواع النبات وكانت له استخدامات كثيرة فمن استخدامات أن يوضع في سقف البيوت لأنه يتمدد فيمنع من دخول الماء في داخل البيت كما أنه يستخدم عند الصاغة يصهرون به الذهب لأنه عند إحراقه تطول مدة إيقاده ومن ثم يتمكنون من صهر الذهب به قال فإنا نجعله في بيوتنا أي في سقف البيت لأن لا ينزل المطر من خلال السقف وكذلك يجعلونه لقبورهم وفي رواية ولقيننا القين من يشتغل بالذهب والحديد فهم يستعملونه في صهر الذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر أي أنه يجوز قطع شجر الإذخر ففي هذا الحديث أن قتل الجاهلية لا يقاد بهم وأن دماءهم هدر وفي هذا الحديث مشروعية الوقوف في أثناء القاء الخطبة وفي هذا الحديث أن الخطب تبدأ بحمد الله بدون البسملة وفي هذا الحديث فضل الله جل وعلا على أهل مكة حينما حبس عنهم الفيل مما جعل الناس يتناقلون ذكر هذه الواقعة وبالتالي يكون هذا من أسباب احترام هذه المواطن وفي هذا الحديث أن حل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤقت وأنه قد عادت حرمة مكة على ما كانت عليه وفي هذا الحديث منع الناس من قطع أشجار الحرم أو أخذ أشواكها أستثنى من ذلك شيئا ما يزرعه الناس فهذا لا يدخل في المنع مثل المزارع والثاني ما كان مضرا فما كان مضرا جاز قطعه كما لو كان شوكا يؤذي الناس في ممراتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم وما ذاك إلا لأنها مؤذية فإذا كان هذا في الحيوانات أنه لبس من قتل المؤذي منها فهكذا في الأشجار والنبات وفي هذا الحديث أن صيد مكة لا يجوز تنفيره فضلا عن صيده في هذا الحديث أن لقطة مكة الأولى أن تترك ولا تأخذ فإن أخذها أحد لزمه التعريف بها ولا يمتلكها أبدا وإن سلمها للجهات التي تعنى بأخذ هذه اللقطات أرجو أن تبرى ذمته بذلك وفي هذا الحديث أن موجب القتل العمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية هناك بحث فقهي بين أهل العلم في ما هو مقتضاء وما هو أثر القتل العمد العدوان وقال طائفة القصاص وقال طائفة إما القصاص وإما الدية ترتب على هذه المسألة عدد من المسائل منها لو أن أولياء الدم قالوا نقتصر على مطالبة الجاني بالدية فحين إذن قال الجاني إما أن تعفوا مجانا أو لا أقبل منكم الانتقال إلى الدية فإن قلنا موجب القتل العمد العدوان هو القصاص فحين إذن الحق مع القاتل إما أن يعفوا مجانا وإما أن يقتصوا منه وأما إذا قلنا بأن موجب القتل العمد العدوان أحد أمرين إما القصاص وإما الدية ففي هذه الحال إذا تنازل أولياء الدم إلى الدية لزم القاتل أن يأخذ بذلك وأن يدفع الدية وفي هذا الحديث جواز كتابة الأحاديث وإجابة من طلب كتابة الحديث وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بإذن من الله تعالى فإنه لما سئل عن الإذخر استثناه في الحال فقال إلا الإذخرة وفي هذا الحديث جواز استعمال الأعشاب في ما يعود على الناس بالنفع من مثل تسقيف البيوت ومن مثل تغطية القبور من داخلها لأن لا تهظم عند نزول الأمطار حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب قول أبي هريرة رضي الله عنه ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أكثر من يعني رواء أو تحمل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة رضي الله عنه ثم استثنى عبد الله ابن عمر بن العاص فقال فإنه كان يكتب أن يسجل الأحاديث وأنا لا أكتب ولذلك كان ما تحمله ونقله أكثر وأكثر أهل الحديث يرون أن روايتها أبي هريرة للأحاديث أكثر من رواية عبد الله بن عمر بن العاص وفي هذا الحديث المفاضلة بين الناس بحسب رواية الحديث وفي هذا الحديث تزكية الرجل نفسه إذا كان لذلك داع متوافق مع الشرع وفي هذا الحديث أن الإنسان يعترف بأسبقية من يسبقه إلى الفضل وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث الترغيب في الكتابة فإنه قد تمكن عبد الله بن عمر من كتابة الأحاديث بعد معرفته للكتابة وفي هذا الحديث السناء على عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعوه يوم الخميس وفي البيت رجال منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا فتنازعوا فتنازعوا واختسموا وكثر اللغة فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغة والاختلاف قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فقالوا ما له أهجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استفهموا فذهبوا يردون عليه قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفدة بنحو ما كنت أجيزهم وقال سليمان الأحوال الثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم كتابة لاختلافهم ولغطهم قوله في هذا الحديث يوم الخميس هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي قال اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه أي مرضه يوم الخميس قال وفي البيت رجال أي كان عنده عدد من الرجال منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أي بشيء أتمكن من الكتابة فيه أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا يعني من يتولى الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع فخشي لو كتب كتابا أن يكون ذلك مثار اختلاف وتنازع في مدى اعتبار ذلك الكتاب ولأنه خشي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الوجع قد اشتد به فخشي عليه أن يتكلف في هذا الخطاب فيكون مؤثرا عليه وفي هذا الحديث أن الأمراض ترد إلى الأنبياء عليهم السلام قال قال عمر وكتاب الله وعندنا كتاب الله حسبنا أي يكفينا كما قال تعالى ولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب وقوله فاختلفوا أي بعضهم يقول احضروا الكتاب وبعضهم يقول لا تحضروا فتنازعوا واختلفوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واختصموا حتى كثر اللغط أي ارتفاع الأصوات وردوا بعضهم على بعض قال فمنهم من يقول قربوا أي احضروا كتابا يكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده إلا يحصل النزاع والاختلاف ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال قوموا عني سئم من اختلافهم قال ولا ينبغي عندي التنازع قال فقالوا ما له يعني لما أمرهم بالخروج من عنده خشي أن يكون هناك أمر قد استجد ولذا قالوا أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل هذه اللفظة معنيين أحدهما أنه تركهم وترك الإقبال عليهم والثاني من معاني هذه اللفظة أن يكون بعض أن يكون هناك من تنازع واختلف فقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم وهجره ثم قال استفهموه أي اطلبوا منه فهم حقيقة الحال وما هو الأمر وكيف يفعلون فقال استفهموه فذهبوا يردون عليه يتكلمون معه فقال صلى الله عليه وسلم دعوني أي اتركوني وذروني فالذي أنا فيه من نعيم الجنان خير مما تدعوني إليه من مكاسب الدنيا قال وأوصى عند موته بثلاث وصايا الوصية الأولى قال أخرج المشركين من جزيرة العرب إلى المراد إخراجهم بأفرادهم بحيث لا يبقى أحد ولكن قد استشكل هذا مع كون المدينة في عهد النبوة كان فيها بعض اليهود ولذا فسره جماعة بأن لا يبقى الدين ظاهر غير الإسلام في جزيرة العرب قوله وأجيز الوفد أي أعطوهم جائزة تتناسب معهم بنحو ما كنت أجيزهم أي أعطيهم من الجوائز وقال سليمان الأحوال الثالثة يعني الوصية الثالثة لعمري بن العاص إما أنه سكت عنها وإما أنه قالها فنسيتها فخرج بن عباس يقول إن الرزية أي النقيصة والمصيبة العظيمة كل الرزية ما حال أي ما كان سببا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب لهم كتابه وما ذاك إلا للاختلاف واللغط الذي حصل بينهم في هذا الحديث جواز البكاء وعدم المنع من البكاء عند حصول ما يستدعي تذكر شيء من المصائب وفي هذا الحديث اجتماع الرجال في بيت أحدهم وفي هذا الحديث فضيلة عمر بن الخطاب حيث اجتهد في هذا فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقداره وكان تقديره أن لا يكون هناك تنازع واختلاف بعد هذا الكتاب وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع فتأثر بمرضه وفي هذا الحديث أن القرآن شامل لكل ما يحتاج إليه الخلق وفي هذا الحديث النهي عن الاختلاف والتنازع والاختصام وكثرة اللغط والكلام وحينئذ قال فمنهم من يقول يعني بعض الصحابة قال قربوا أي يا أيها الرجل الذي عندك ما عندك قرب عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده قال ومنهم يعني من الصحابة الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم من يقول غير ذلك فيقول لا يكن منكم كتاب يكتب فيه وقال فلما أكثروا اللغط ارتفاع الأصوات والاختلاف يعني التنازع فيما بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع قال فقالوا ما له أي ما السبب الذي جعله يطلب مننا أن نغادر مجلسه استفهموه أي يطلبوا منه حقيقة الحال فذهبوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهبوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحينئذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب فيه من الكتابة فقالت دعوني أي تركوني فالذي أنا فيه من انتظار النعيم خير مما تدعوني إليه من النظر لأمور الدنيا وحينئذ أوصى عمر بن العاص عند موته بثلاث وصايا الأولى إخراج المشركين من جزيرة العرب وقوله أخرجوا أي لا يدخلوا في شيء من جزيرة العرب وكلمة المشركين تشمل اليهود والنصارى ولو كانوا أهل كتاب قوله من جزيرة العرب أي من حدود هذه الجزيرة التي تحدها مياه البحار من الجهات الثلاث والجهة الرابعة تحدها بعض الأنهر هناك قال واجيز الوفد في هذا الحديث المنع من بقاء المشركين في جزيرة العرب والمنع من بقائهم في هذه المواطن وجمهور أهل العلم على أن المراد بذلك الإقامة الدائمة وخلاف الإقامة المؤقتة فإنهم يجزون لهم ذلك وفي هذا الحديث إعطاء الوفد الذي يأتي بالرسالة شيئا من أمور الدنيا وفي هذا الحديث حرص الصحابة على نقل الأخبار النبوية وفي هذا الحديث أن المصيبة العظيمة هي عدم ترتيب أمر مستقبل الناس وفي هذا الحديث أن الاختلاف واللغط ينتج عنه عواقب سيئة من ضياع الخيرات وتسلط الأعداء ونحمي ذلك قال عن أم سلامة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فزعاء فقال لا إله إلا الله سبحان الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر يريد أزواجه حتى يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة قوله في هذا الحديث استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أي قام من النوم ذات ليلة فزعا أي خائفا مضطربا فقال لا إله إلا الله إقرار بأن العبادة حق له وحدة سبحان الله أي أنزه الله ثم قال ماذا أنزل من الفتن إكراما وهذه الفتن تعرض على القلوب فأيما قلب أشربها هلك قال وماذا فتح من الخزائن يعني الله أكبر وينزه الله عن أن لا ينزل بالعباد شيئا من الخزائن تعود عليهم بقضاء حوائدهم وفي هذا تعليل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك تعليل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك فراشه وذهب إلى الناس يخوفهم ويحذرهم من مغبة ذلك وهنا قوله ماذا على جهة التكثير والمبالغة وليس على أصله من السؤال من الفتن أي من الوقاع التي يغيب فيها الحق ويختلط بالباطل ثم قال وماذا فتح من الخزائن أي ماذا فتح الله جل وعلا من الخزائن في هذه الليلة العظيمة ثم قال صلى الله عليه وسلم أيقظوا أي اطلبوا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يستيقظ أيقظوا صواحبات الحجر يعني زوجات النبي صلى الله الله عليه وسلم لأنهن كن يسكن في الحجر قال يريد أزواجه حتى يصلينا قال فرب كاسي أن يوجد كثيرا امرأة كاسية في الدنيا أي عليها ثيابها لكنها عارية في الآخرة وعارية بمعنى أنه ليس عليها شيء من اللباس فهذا الحديث فيه فوائد منها فزع النبي صلى الله عليه وسلم من ما يأتيه في المنام وفي هذا الحديث ملاحظة أهل العلم والأيتام فيما ينوبهم من حوائجهم خصوصا إذا كانوا من الأيتام وفي هذا الحديث إثبات الألوهية لله جل وعلا وتنزيه الله عما لا يليق به وفي هذا الحديث أن الفتن لا تزال تترى تنزل من عند الله جل وعلا ولذا يحسن بالإنسان يعتصم بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من الفتن وفي هذا الحديث في قوله أيق وضو صواحبات الحجر يعني أطلب منهن أن يستيقظن وأن لا يكن نائمات في ذلك الوقت وأراد بإيقاظهن أن يؤدين الصلاة قال فربما فرب أن يوجد كاسية في الدنيا أي لابس عليها ثيابها لكنها ثياب عارية فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أي أن هذه المرأة كانت في الدنيا عندها لباس فلما جاء يوم القيامة صرفت لباسها ولم يبقى عندها شيء وذلك بكونها قد اعتدت على عباد الله فإن من اعتدى على الخلق أخذوا من حسناته يوم القيامة في هذا الحديث اعتبار الرؤية المنامية والحذر مما تحكه من حوادث ووقائع وفي هذا الحديث رفع الصوت بالتهليل والتسبيح وفي هذا الحديث مشروعية الحذر من الفتن والاستعاذة بالله جل وعلا من الفتن وفي هذا الحديث أن الخزائن تفتح وبالتالي يتعرض الإنسان لما فيها من الخير وفي هذا الحديث مشروعية يوقظ الرجل أهل بيته وفي هذا الحديث أن كون الإنسان عنده الثياب التي تكسو في الدنيا لا يعني استمراره كذلك في الآخرة وهكذا في بقية منافع وهكذا في بقية الأمور فإن الإنسان قد يظن أن الشيء على حال ويتبين على ضده فهذه كاسية في الدنيا لكن يوم القيامة تذهب حسناتها وبالتالي تصبح عارية في ذلك اليوم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم وأن يسر لكم أموركم وأن يتقبل منكم عمرتكم وصلاتكم وصيامكم وذكركم وسائر أنواع الطاعات نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين